موسيقى 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 طيب انا وصلت مرحلة في حياتي صار لازم اسوي شيء طبعا لا مو زواج اعوذ بالله من الشيطان رضينا اعوذ بالله من الشيطان لا مو زواج انا قلت افغى اشتري سيارة المهم جيت رحت الوكالات دورت سيارات ودورت سيارات حلوة جاني واحد من العيال قال لي اسمع بدل ما تروح لوكالات عند الحرمية وما دوش رح معارض عندنا اسمها معارض النسيم هذه معارض يبيعون فيها سيارات مستعملة سيارات جديدة بس باسعار ارخص ان الاجارات هناك رخيصة من الي من بره الرياض وما يعرف معارض النسيم المعارض في حي اسمه حي النسيم حي النسيم هو الحي اللي ساكن فيه نوفل هذه معلومة صدقية يعني تعرفون نوفل اكد اللي اللي في سيارة طبعا يقول يا الله هذا هو كلهم كده كلهم زي نوفل حلو رحت المكان قال هو شارع شارع طويل على يميني وثار فيه معارض هذا الشارع الرئيسي فيه بعدين شارع ورا ما ادري وش سارفت اللي ورا دانا خفت رو رحت مرة واحدة بس من المعذرح لأسباب ما اقدر اقولها في التلفزيون صراحة المهم رحت الشارع هذا انا رايح بسيارتي اصلا سيارتي كنت ببيعها وكنت مشت لسيارت رحت هناك ادخلت الشارع اول ما تدخل شفته جومانجي ترف فيلم جومانجي ترف فيلم اللي كده حوسة يا اخي اقسم بالله كأني داخل ادغال الشريطية كده واقفين ينظرون فينا اوكي انا صح لك الشريطة الحين بدنا فهمك ليش الشريطي كالنوريلا انا دخلت الشارع فيه قدام اول ما دخلت واحد معطيها بنت البكار شنبه ما شالله تبارك الله يزحف في الارض شنبه مو يوقف عليه الصقر شنبه يتسابق فيه الخيول بسم الله ما شالله شنبه كواحد ثاني شنبه لابس شماغ شنب الزبدة انا مهدي نظر فيني كده اعطاني هذي انا قلت اوكي اطلت ذي غادر اللي وشوي يعني مجتمتي السلام من الحواجب قال لي كده قدت له كده قال لي وقف قدت اخاف صراحة وقف قال لي للبيع انا ما اعرف اول شي انا اول مرة اروح هذا المكان قال للبيع قال وشوي يعني انا حاست ان بدأ يصير هو يسألني اسئلة ويبغى يستجوب قال لي السيارة قلت له لا مو بالبيع قال طيب ليش جاي قلت له انت لم تبس عباية وتقول اني امي مرة واحدة وخلاص وش طيب ان شايك انزل احب بدأت اضارب شوي شفت انه يعرف كل احد شنبه حتى يعرف ناس فيه اشناب متصلين مثل البلوتونت بس تقنية الشنط اسمها كده حق شنبه جاء واحد ثاني شنط جاء تجمع وكده شوي تجمع جمع كل واحد قام يصقع ينظر في السيارة ينظر فيني ها لا ان شاء الله بعدين ما ياخذ لا كجواب اقول لي لا يقول لي الا اقول لي لا يقول لي الا اقول لي لا يقول لي الا ان شاء الله ايش اني ان شاء الله اقول لي لا يقام يدعي يا ربي بيه ما ابغى بيه انا ما رح ابيه تعديت هذولي تقدم تقدم رحت وقفني واحد ثاني وقف انا صرت اعرف الوضع المرة هذي انا قلت له كذا بس كنشوش عنده خلاص طفشان وقعد ناظر باقي ما لقيت موقف فقلت خلني اخذ لي لفه اعطاني واحده هو بعد بس هذا ما عنده شنب واضح ان اتوه جديد هذا الشرط الصغير باقي ما تطور هم زين البوكيمونان اول واحد يجي بدون شنب خف يجي شنب اخف مني شوي وصغير في العمر وثوبه ابيض يجي نظيف وعادي اللي بعده يجي شنبه يعني ها مغطي شفايفه شوي ثوبه يجي اصفر مطفي يعني وصخ شوي وريحته شمس واضح انه من الساعة 11 دور وهو واقف المرحلة الاخيرة اللي هو ابو شنب ابو شنب اذا وقفك بيشتري منك الضبدة وقفني هذا قال لي قال الباب قتل لا مو من الباب قال ليش وقفت قلت والله بل بل شايمتك كم الحال يا ابوي اصدك طيب هذا ما عنده وقت اعرفتني هذا اصلا مبتدع في المجال فقال لي حرق حرق تعديت هذا المبتدع رحت للي بعده اللي بعده جاني واحد هذا الاخر هذا الوحش الاخير هذا هو اللي ابو شنب عداك اللي في البداية تعلم منه تربية الشنب هذا شنب بسم الله ما شاء الله مو مو مغطي الشفايف لا شنبه الين هنا شنبه دقل والله العظيم شنبه دقل اللي توخر الشنب هنا محلك تلقى محلك بس مو باين ولا شي الا ما شاء الله الشنب قائل من هنا ونازل تحت كده عنده زر يضغط يفتح عشان يشرف لبن الزوزة وقفني هذا نزلني من السيارة هذا يقول لك هذا خلاص من انتهى الموضوع عنده وقفني نزلني من السيارة قال لي للبيع هذا ما يسوي كده ما عندهوش نبع قبل قال لي للبيع قال لي للبيع قال لي للبيع راح عنده طريقة فحص كده ذريبة راح نظر في السيارة قال قال اوكي رجع من ورا راح شم من باب شوية رجع كده راح لحسن بولي شوية قام يحظم السيارة انا بنتغار على سيارتي لقد قلنا هاي هاي وشكاس سوين ابعدها هاي اخر شي حط الرقم على الباب ومشى وبعدها خفت والله صرت روح بكل سيارة وستابت بره وجي للسيار قل 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 حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من استراحتنا اللي مثل ما عودناكم نتكلم عن أخبار غريبة وجديدة ممكن البعض جديدة عندهم ممكن البعض ميب شفيكم مساكدين يا هاي اوكي عشان حنا نشكد لما تريد يتكلم اوكي اوكي طيب أخبار انو حنا نتكلم انو حنا دائم صح وغيرنا غلط اكيد خياكم تفضلوا شو çalış يا شباب طيب يا خبار وكم ابو خضر حبيبي والله ولله تفضله راجعت كل تفضلك هي شوفك لم يأخذ أكسر يدك مردان أنو تاخذ هذا إعداد متعوب عليه ألف حدي حدي على ما خلاص بكيني خلاص بكيني يا شكلي كده من بكيني شوف الخضر هذا والله ما يقرى إلا أنت مخالد اكتوا لا شفتوا شي إقرأXP لكن، صور إسلامية ولا تقرأ صدقني بتندم لما صورت طالما اقرأ شايف البااcı شايف البائ سيصور شكلي في الكاميرا وأنا أقرأ الخبر يقول الخبر, أيهاαν أول من وضعت أحمر الشفاء أول من وضعت أحمر الشفاه هي الممثلة أستر ودود أبوها عربي يعيان أول من وضعت أحمر الشفاه هي الممثلة أستر ودود عام 1917 أقنعها المخرج أن ذلك سيجعلها مخيفة لتؤدي دورا مرعبا أهلاً 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 لا أقريف أقرأ برثاني أراجع لا بس أهلاً سجانة مخيفة لتؤدي دورا مرعبا أنا يا واد أبغى أخاف عيني 600 ألف فيلم عاو تقول لك عاو عاوي عيان نجيب أخبار زي الناس إيش كلام هذا برضو حضر يقول لك الحمر عندهم تخوف أهلاً وين الشفايف حقاتنا عياله والله حنو الرعب شوف يعني الدول المتقدمة هم متأخرين أساساً ونحن متقدود نعم كيف الحركة؟ نعم كيف الحركة؟ هذا أخبارنا اليوم جايات بس خلاص طيب مشاهدينا هذي حلقتنا اليوم انتهت وراح انشاء الله يشوفكم بحلقة جاية انشاء الله طيب مطلق هنا يا اي هنا الآي هنا ال�bie هنا السي هنا البي هنا السي هنا البي هنا البي هنا الفايف هنا الجي واحنا بعد فيب جي قم بارك عليكم بالشهر يا يا لحبة ترجمة نانسي قنقر